بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله بحث علمي جديد يثبت أن المال والأولاد هم زينة في الحياة الدنيا دعونا نتأمل يقول البروفيسور دانيل جيلبرت أستاذ علم النفس في جامعة هارفورد إن السعادة ترتبط بالزواج والمال والأولاد هذا البحث الذي نشر عام 2013 يؤكد أن الزواج من أهم طرق الحصول على السعادة ولكن الزواج السيء يسبب القلق والإحباط وفي دراسات سابقة تبين أن الآباء أكثر سعادة من أولئك الذين لم ينجبوا أطفالا إذن الحقيقة العلمية تؤكد أن السعادة ترتبط بالمال وبالأولاد يعني المال أولا ثم الأولاد أليس هذا ما قاله القرآن قبل 14 قرنا عندما قال المال والبنونة زينة الحياة الدنيا زينة متعة ولكن إلى أين أخذك القرآن أخذك مباشرة للآخرة نكمل الآية والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فالباقيات هي الأعمال الصالحة مثلا الزوجة الصالحة هي متاع للدنيا وطريق لغصولك إلى الجنة أيضا ستكون سعادة لك في الآخرة الولد الصالح سيكون سعادة لك في الدنيا ولكن سيكون أيضا ربما يكون شفيعا لك يوم لقاء الله إذا كان من حفظة القرآن لذلك انظروا أيها الأحبة التطابق بين العلم وبين القرآن العلم يؤكد أن المال والبنون الأبناء يعني الزينة للحياة وسعادة للحياة والقرآن يقول المال والبنون زينة الحياة للدنيا صدق الله العظيم